السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مضوعنا اليوم هو عن كيفية حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا. هذه المشكلة اللي بتواجه كثير من الشباب عندما يحاول يثبت تطبيق من الملفات تبعها او يريد يثبت تطبيق قام تحميله من المتصفح. تمام? فعلينا اليوم جاوب لكم الحل الصحيح والسهل لهذا المشكلة. فركز معي لنهاية الشرح من شان تستفيد. الان نجي نشوف التطبيق ما رضي يثبت معنا. نشوف الملفات. عندي مثلا هذا النسخة الشامل. نحاول نثبته. تمام؟ فهي ظهر معنا تظهر معنا هذا المشكلة. فوسي الحل؟ طبعا ه跳ي المشكلة غالبا بتظهر معك بسبب انه عندك نسخة نفس التطبيق مثبتة عندك من قبل. فمثلا اريد اثبت هذا التطبيق النسخة الشامل. فلازم احذف النسخة اللي مثبتة عندي من قبل. عندي هذه النسخة مثبتة. فلازم احذفها من شان اكتر اثبت التطبيق. الآن نجي نتثبت التطبيق مثل ما شفته تثبت معنا التطبيق هذا بالنسبة للطريقة العولى الطريقة الثانية إذا ما كان عندك نسخة لنفس التطبيق مثبتة من قبل فنجي للحل أول شي تدخل على متجر جوجل بلاي وتدخل على جوجل بلاي للحماية تدخل على عجلة الإعدادات وتغلق هذه الثنين الخيارات بعدما تغلق هذه الثنين الخيارات تأتي على الإعدادات وتأتي على التطبيقات تأتي على خدمات جوجل بلاي عندي هذا خدمات جوجل بلاي تدخل عليها وتسوي مكان التخزين بعدها تسوي إدارة التخزين وتسوي محو جميع البيانات بعدما تسوي محو جميع البيانات تأتي الآن على تطبيق متجر جوجل بلاي تدخل عليه تسوي التخزين. تسوي مسح البيانات. تمام? بعد ما تسوي مسح البيانات تروح على التطبيق وتحال تثبيتها. طبعا هادا الطريقة غالبا بتحل مشكلة عدم تثبيت التطبيقات. بس اذا ما احتلت معاك المشكلة نجي على الطريقة الاخيرة. وهو تطبيق التأديل على التطبيقات. تدخل عليه. عندنا الخيار الاول وهو اختيار التطبيقات من الملفات. عندنا الخيار الثاني اختيار التطبيق من التطبيقات المثبتة. فنجي على اول خيار. نجي الان الموقع الملف اللي ما تثبت معنا. فنجي الان تختار التطبيق اللي ما تثبت معك. وتختار هذا الخيار. الان تجي تعدل على اسم التطبيق تمام? تضيف مثلا رقم او تضيف حرف بالانجليزي او اي شيء. وتجي على هذا الخيار. هذا تمام? تضغط عليه وتختار هذا الخيار الاخير وتجرب تثبت التطبيق اذا ما نفع معك تختار هذا الخيار تمام هذا فبعد ما تغير الاسم وتختار هذا الخيار تسوي تثبيت هذا الكلمة الواسطة تمام بعدها تسوي تثبيت للتطبيق وانا هذا كان بالنسبة لحال مشكلة التطبيق ليس مثبتا بالنسبة لهذا التطبيق بتقدر من خلال تغير اسمات تطبيقات وحتى تضيف صور للتطبيقات وتغير اشياء كثيرة في التطبيقات باعت لكم رابط هذا التطبيق في الوصف التطبيق طبعا مهكر طبعا هذا كان شرح اليوم وان شاء الله استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته